بسم الله الرحمن الرحيم والله زي ما انت شاهد الاجواء الحمد لله رجل العالمين نسود اللاعبين التفاؤل بشكل كبير وستدادتنا ان شاء الله على أكمل وجه دمية الأمور مهيئة لنا ان شاء الله نتيجة بذلنا تكون إيجابية فأنا أدخل معك في تفاصيل جزئية يعني قاعد أحس أنه الأنلام الأسترالي أو حتى منسوبي منتخة الأسترالي مرسون شوية بضلط اليوم صاحبكم اللي في الجزيرة الإماراتي يقول يعرف ريكارد لعب معه في غلطة سرالي لكن اللاعبين لن يؤدوا ما يريد ريكارد لأنه في ضعف في المستوى بالنسبة لللاعب السعودي تحس مثل هالمسجات تقلقكم والله يشوف أول شيء أنا بالنسبة لي ما وصلني المعلومات هذه ولا الأخبار سواء في السرح منتخة بسرالي مدربة أو أحد لعبي لأنه في نهاية هذا شيء ما يهمنا يهمنا اللي احنا راح نقدمه ومسويه في المبارات الكلام نيكروسني ومع وجهة نظره ومن حقه ولكن مع أنه البعض يتكلموا قالوا أنه المنتخة وأنه نيكروسنيل قالوا أنه بعض القنوات الأخباء يسألوني قالوا أنه نيكروسنيل يعني يقولنا المنتخة السعودي في هشاشة أو شيء زي كده وضعيفة ممكن هذه اللي هتنا ضعاف عادي ما في مشكلة يشوفنا ضعافة إن شاء الله بس أنها مكسب ثلاثة نقاط إن شاء الله أنت كيف شايف المنتخة بالاشتراعي؟ المنتخة لا أتكلم لك يا متخة أتكلم لك كمبارات بالنسبة لأن المبارات صعبة لأن المنتخة بالاشتراعي ما تعنيه المبارات فهنا مدى صعوبتها لكن فبالنسبة للإمكانيات أشوف المنتخة بالسعودي حظة أوفر إن شاء الله أنت على المستوى الشخصي بحق من أنك تحقت متأخر لليوم أقول لك أنت جاهز مستوعب التعليمات قادر تدخل بنتي أجوال مزموعة أنا بالنسبة لي أنا جاهز وعلى تم الاستعداد لكن القرار الأول الأخير في يد جاهزي فلي شكرا شكرا أيضا كابتن آخر من لاعبي المنتخب السعودي كامل أحييك ما فكيت الخيوط زي ما أعطني والله قلنا نعطيها كمال وقتا إن شاء الله قبل المبارة إن شاء الله شكرا العافية والله الحمد لله هذا جوء طيب من الجميع حسب النسوحية وإن شاء الله الجميع يكون على قد التركيز أو قد المسؤولية للغاية فيه على الجميع إن شاء الله نكون جاهزين بالله إلى المبارة اللي خوفني وخوفه الجمهور السعودي هو لعبي كرات الطويلة العرضية ناس طوال ما شاء الله وحتى في المبارة الدمام قدروا يسجلون من هالطريقة هدفين وأبهم بالله أكيد عن قرات الطويلة يعني بالتشكل الخطور علي منتفض إن شاء الله نحاول نسيطر عليه أبهم بالله أو نحاول من بدايتها ما نخليها يعني من بداية على هجمة ما نخليها توصي إن شاء الله إن شاء الله نكون في قد التركيز اليوم التمرين الصباحي كان مغلق مش ركزتوا فيه هو التمرين الصباحي كان مغلق ترجمة نانسي قنقر على الأساس نقدر انشاء الله نحصل واحدة منها ونحاول نركز فيها كانت انواع ممكن عشان انتخب ما هو فقط نحاول نستغيل اللغة فيها عم جاهز زيار زملاك؟ والله الحمد لله انت قريب من انا وانت شايف يعني ماشاء الله اذا الجميع انا جاهز و اعتقد اي 11 بدل مباران بأمر اذا يكونوا على طفل مصنر و اعتقد انت مقاعد السكن هذه شكرا لكامل و قبل رياسر القفطان لما بدأنا من ملعب ليكسايل في مدينة ميربورن الاسترالية في الملعب القريب من مقر السكن المنتخب السعودي في فندوق زلانجهام في ملتقة ساوت بانك عموما التدريب اليوم طبعا سيكون مستمرا متابعة حتيثة لتدريبات المنتخب السعودي صباحا ومسانا السيد ريكارب لا يرغب في اغلاق التمارين التي يكون فيها جزء من التكتيف موجود دائما يعتمد على شكرا شكرا